مرحبا يعطيكم العافية رح نشرح بهذا الفيديو طريقة تغيير كلمة سر لحساب مايكروسوفت تيمز في حال كنت نسيها او بتعطيك كلمة سر غلط لعند الدخول لبريدك الالكتروني اللي برقمك الجامعي الان بالبداية لازم تفتح على بوابة الطالب زي ما نفاتح الان بالصورة امامكم واذا كنت ناسي ايضا كلمة سر بوابة الطالب لازم تتواصل مع رئيس قسمك بحيث يعطيك كلمة سر جديدة للبوابة طيب الآن فتحت البوابة شو اعمل بعد هيك رح انزل لا اسفل الشاشة في بوابة الطالب رح لاحظ انه فيا عندي خيار اسمه البريد الالكتروني رح اضغط عليه الآن والآن رح يطلعلك هون جدول في حسابات البريد تبعتك رح تلاحظ انه فيا عندك هون بريدين بريد باسمك وبريد برقمك الجامعي وبالعادة بيكون بريد البرقم الجامعي باعلى الشاشة طلع على البريد لرقمك الجامعي حيكون رقمك الجامعي هذا البريد تأكد انك تستعمله لدخول للتيم لدخول الانتحانات ولكل امور المايكروسوفت اللي عندك طيب الآن هذا البريد انا بدي اقدم طلب تغيير كلمة سر لاحظوا انه تحت البريدين المكتوبين عندي هون في عندي خيار اسمه طلب تغيير كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني راح اكبس عليه الآن كبسة واحدة وهي الآن فتح عندي اللي هو شاشة الطلبات طيب الآن اول شي لازم تختار البريد الالكتروني بكتغير كلمة السر تبعته راح انزل السهم وراح اختار البريد الالكتروني اللي برقمه الجامعي وهي اول واحد ظاهر بالقائم عندي راح اكبس عليه الآن وهي اخترته الآن كلمة من المرور الجديدة راح اكتب كلمة سر جديدة واهم شي يكون فيها احرف وارقام ورموز وفيها حرف كابيتل تمام راح احط الآن كلمة سر وراح اكد كلمة السر مرة ثانية يوم بالعمود الثاني والآن بعد ما اخلص لاحظه في تحت كلمة ارسال الطلبك بس ارسال الطلب هيطلع لك مسج تم تقديم الطلب بنجاح نعمل اوكي الآن حيرجعلي على البوابة تمام وراحظوا انه طلع لك تحت اسفل الشاشة الطلبات المقدمة سابقا شايفين كيف الطلبات المقدمة سابقا هاي الطلب رقم واحد وهاي البريد الالكتروني برقمه الجامعي وهي حاط لك هون الطلب بالانتظار الى الاعتماد النهائي الطلب بانتظار الاعتماد النهائي معناته انه هذا الطلب انه لسه بده عملية اعتماد طيب الان قدش بدهم حتى يعتمدوا الطلب بدهم تقريبا من ساعة الى ساعتين واحيانا ممكن يطول الوقت يعني اذا بعثت الطلب على الساعة 11 بالليل يمكن لثاني يوم بالنهار عبين ما يقبلوا لك اياه لكن اذا بعثت الطلب خلال فترة النهار ان شاء الله انه خلال بين ساعة الى ساعتين بيقبلوا لك الطلب ولما تدخل على هاي الشاشة مرة ثاني بيطلع لك الطلب معتمد بشكل نهائي الطلب معتمد بشكل نهائي طيب كيف انا الان لو قدمت الطلب بدي ارجع او شو اعمل بعد ما اقدم الطلب ويعتمدوا لي خلينا ارجع على صفحة الرئيسية للبوابة الطالب وهاي الان الصفحة الرئيسية للبوابة الطالب ظهري عندنا هون رح انزل لاسفل الشاشة وارجع كمان مرة على البريد الالكتروني وراح تشوفوا كيف هون عندي طلب تغيير كلمة المرور بكبس عليها كمان مرة ما بقدم طلب ثاني ليش انه عندي طلب موجود سابقا تمام هاي الطلب بانتظار الاعتماد النهائي وهيكا الامور بتكون جاهزة عندي لما يطلع لي هنا الطلب معتمد بشكل نهائي شو بعمل بارد برجع على خيار البريد الالكتروني وراح الاقي الان جنب بريد الالكتروني برقم الجامعي فيه هون كلمة سر طلعت لكلمة سر جديدة فبروح بنسخ كلمة السر الموجودة جنب البريد الالكتروني برقم الجامعي والان بستعملها عشان ادخل على المايكروسوفت تيمز مثلا او على مايكروسوفت فورم وهيكا الان بتكون كلمة سر تغيرت وما عندي اي مشاكل بالدخول للمايكروسوفت تيم او المايكروسوفت فورم حسب ما شرحنا بفيديوهات سابقة يعطيكو الف عافية